شكرا جزيلا للسيد النائب الأول بداية نرحب بمعالي الوزير وأهلا وسهلا في مجلس النواب يعني راح أركز إذا يكون وياي مع الوزير راح أركز على قضية الأموب على اعتبار راح نتحدثنا عن بس ملاحظة صغيرة عن يعني معالي الوزير اليوم أنت وزير مو مدير شركة الوزير مطلوب منه يوازن مصالح وزارته موظفي ناسه مواطني قطاع الخاص اللغة العدائية مع القطاع الخاص ما تبني دولة كل دول العالم اللي صار بها نهضة اقتصادية جعلت من القطاع الخاص شريك لها تعتمد عليه في الأزمات وتعتمد عليه في السراء والضراء فاللغة العدائية الشركات وإرهاب ودعاوة موهي جترة ما تنحل المسال بهذه الطريقة القطاع الخاص هو شريكك في النجاح النجاح وشريكك في الفشل لا سامح الله أن فشلت ما راح أتحدث بهالموضوع أحروح على الموضوع لنقوب الناقل معالي الوزير لنحول الموضوع وكأنه إحنا الاعتراض على إشقد الأنبوب راح يفيد العراق ماكو خلاف إنه العراق بحاجة إلى تنويع مصادر الخلاف وين وذني أتمنى يثبت واني اليوم قدمت بهن شكوى للمحكمة الاتحادية حتى يكون واضح معالي الوزير حكومة تصريف أعمال القرار شي يقول قرار مجلس وزراء تخويل وزير النفط بالتوقيع مع اعتلاف الشركات الصينية سي آي تي آي سي بحالة مشروع كذا مدئنبوب النفط بصر عقبة وبكل فت حكومة تصريف الأعمال هل يحق لها تتعاقد على مشاريع استراتيجية خلاكمل خلاكمل هاي واحدة أول خرق إذا كان المشروع هيش مهم وحيوي وستراتيجي جنابك صار لك سنتين بالوزارة من أول يوم استلمت الوزارة ليش ما بديت بيه ليش آخر يوم بعور حكومتك تبدب بيه ليش ما بديت من قبل سنتين إذا هو مشروع جدا مهم للعراق ابدي من بداية على أقل محد يلومك يقول لك مو حكومة شرعية هاي أو حكومة تصريف أعمال أكو منشور لحكومة نفسها يقول حكومة تصريف الأعمال لا يحق لها الدخول بتعاقدات كذا كذا إذا تحب المنشور رقمه يعني أزودك بيه قاف 2 على 5 على 27 هذا نفسه منشور الحكومة اللي يتوجه للمحكمة الاتحادية والمجلس القضاء لعلى ولكل دوار الدولة أننا حكومة تصريف الأعمال لا يحق لها الدخول بتعاقدات كبيرة المشروع لم يدرج ضمن الموازنة العامة الاتحادية وأنت جنابك سيد العارفين المشاريع الكبرى لازم تدرج ضمن الموازنة العامة الاتحادية ويصوت عليها مجلس النواب قبل الشروع بيها المشروع تم عرضه بشكل طارئ سيادة النائب لم يكن مدرج ضمن جدول الأعمال ولا الوزراء كلهم عندهم فكرة ولا مطلعة على يد دائرة القانونية ولا مقدمة بيه دراسة ولا أي شيء إجاب شكل طارئ وأضيف في مجلس وزراء بوس عمك بوس خالق شي ليدك صوت هذه القضايا المصيرية الحيوية ما تنسلقيتش معاي الوزير مثل سلق البيض إحنا هسك مجلس نواب الجهة الوحيدة الشرعية بالدولة العراقية الآن ترى لا حكومتك الآن شرعية ولا رئاسة الجمهورية شرعية الوحيد الآن البرلمان الشرعي برلمان كل شي ميدر عن هذا البشروع توضحت له هساني متكمل رسائلت جنابك أقول لك التسعة مليار من يدفعها إحنا ندفعها المستثمر شنو دوره مين رح يأخذ فلوسه بس في وحدة بعد ملاحظتين مع سيارة النائب المشروع العروض ليش هاي الشركة تحديدا وين عروض باقي الشركات هل درست اثنيا لماذا لم يلتم بالالتزام بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية اللي هي إعلان تنافس تأهيل استدراج عروض وإحالة ليش هاي الشركة تحديدا ولليش هذا الوقت تحديدا ولليش بشكل طارئ ولليش ب يعني ب هاي سجلوها الملاحظة شكرا سيد حاليا اشتركوا في القناة